ليكن طعامك دواءك ودواءك طعامك إنها من أكثر الأقوال التي نؤمن بها حيث يعتبر اختيارك للأصناف التي تأكلها كدواء صحيا لك وقد يكون آلام المفاصل التي تشعر بها لها علاقة باختياراتك لما تأكله فإذا كنت تأكل هذه الأطعمة فأنت تساعد على تدمير مفاصلك تدريجيا في هذا الفيديو سنعرض لكم بعض الأطعمة التي تعمل على تدمير المفاصل وبعض النصائح لتجنب تدهورها لذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتنضموا إلى عائلتنا الصحية جهز مشروبك اللذيذة ودعنا نبدأ صحة المفاصل تلعب دورا حاسما في جودة الحياتنا حيث لا يعتبر الغذاء الصحي محصورا على فقدان الوزن فقط بل يمتد إلى تأثير مباشر على الالتهابات والتأكل المفصلي أيضا لذلك يحذر الكثير من الأطباء مرضاهم الذين يعانون من التهاب المفاصل من تناول بعض الأطعمة التي قد تساعد على تدميرها أكثر وزيادة آلام المفاصل ومن ضمن هذه الأطعمة واحد اللحوم الحمراء حتى لو كنت تفضل تناول اللحوم ينبغي عليك تجنب تناول اللحوم الحمراء حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الضرة بالجسم فتناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر ظهور أعراض التهاب المفاصل نتيجة لزيادة مستويات الالتهاب في الجسم مما يسبب تفاقم تورم المفاصل ويجعل الأمور أكثر تعقيدا لذا يمكنك استبدال اللحوم الحمراء بخيارات بروتينية أخرى مثل الأسماك والدجاج والمكسرات والبقولية للحفاظ على صحة المفاصل والتقليل من خطر الالتهابات اثنان الجلوتيني تحتوي الحبوب مثل القمح والشعير على الجلوتيني وقد أظهرت بعض الدراسات الأولية أن استهلاك الجلوتيني يمكن أن يزيد من تفاقم أعراض التهاب المفاصل بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أن يكونوا عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي إذا تناولوا الجلوتيني ثلاثة منتجات الألباني عالية الدسمي على الرغم من أن منتجات الألباني بشكل عام لا تسبب ضررا لمرضى التهاب المفاصل إلا أنه من المستحسن تجنب المنتجات الألبانية ذات الدهون العالية حيث تظهر الأبحاث ارتباطا بين دهون منتجات الألباني والعلامات الحيوية للالتهاب لذا من الأفضل تجنب هذه الدهون لتقليل احتمال ظهور آلام التهاب المفاصل وتفاقمها أربع الملح الزائد توجد عدة أنواع من الملح المتاحة للاستهلاك ومع ذلك يعتبر ملح الطعام غير مناسب لمرضى التهاب المفاصل حيث يعتبر عاملا مسببا للاستجابة الالتهابية التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي يرتبط استهلاك كميات كبيرة من الملح بتفاقم التهابات المفاصل فضلا عن ارتفاع ضغط الدم 5- أحماض أوميجا 6 الدهنية بالرغم من أهمية الأحماض الدهنية لصحة الجسم إلا أنها قد لا تكون ملائمة لمرضى التهاب المفاصل يعتبر استهلاك أحماض أوميجا 6 الدهنية غير محبذ تماما بسبب قدرتها على تعزيز الالتهابات بينما تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للمرضى حيث تعمل على مكافحة الالتهابات كما تحتوي الزيوت مثل زيت عباد الشمس وزيت القرطم وزيت الكانولا على نسب عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية لذا يفضل استبدالها بزيت الزيتون الذي يحتوي على مستويات أقل من هذه الأحماض 6- المشروبات المحلاء توجد العديد من المشروبات التي تحتوي على سكرية مضافة مثل الصدا والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعلبة وهي غير مسموح بها لمرضى التهاب المفاصل ينصح أيضا بتقليل استهلاك السكر بشكل عام حيث إن تناول السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات من الأفضل تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل وبدلا من ذلك يمكن استهلاك المشروبات غير المحلات واستخدام النكهات الطبيعية لتعزيز طعم الطعام للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل خطر حدوث المشاكل المرتبطة بها ينبغي اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يتضمن عدة نقاط مهمة أولا يجب تضمين الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية في النظام الغذائي اليومي مع تجنب الأطعمة المعالجة والغنية بالدهون المشبعة والسكرية المكررة ثانيا من الضروري ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية العضلات وتحسين دعم المفاصل ثالثا يجب الحفاظ على وزن صحي من خلال الحفاظ على التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني مما يساهم في تقليل الضغط على المفاصل وأخيرا ينصح بشرب الكثير من الماء للمساعدة في تشحيم المفاصل وتخفيف التورم مما يساهم في الحفاظ على صحة المفاصل ومرونتها على المدى الطويل إن تنفيذ هذه الخطوات الصحية يمكن أن يسهم بشكل كبير في الوقاية من مشاكل المفاصل والحفاظ على الحركة والنشاط اليومي في النهاية تؤثر الأطعمة التي نتناولها بشكل كبير على صحة المفاصل وقد تزيد من خطر تدهورها وتفاقم الالتهابات باتباع نظام غذائي صحي واتباع أسلوب حياة نشط يمكننا الحفاظ على صحة المفاصل والوقاية من الأمراض المفصلية المزمنة إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل يجب عليك استشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على نصائح وتوجيهات محددة لحالتك شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات لا تترددوا في مشاركة تجاربكم مع الأطعمة الصحية وتجنب آلام المفاصل أو ترك تعليقاتكم أو أسئلتكم في قسم التعليقات أدناه وللمزيد من المعلومات والفيديوهات الرائعة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا حتى اللقاء في فيديوهاتنا القادمة دمتم في أمان الله ورعايته نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والنشاطة إلى اللقاء